أعتاد عبدالعزيز الراشد على تقديم واجبات طعام منتظمة للطيور التي استضافها في حديقة منزله بمنطقة المنصورية إلى أن خلق مع مرور الوقت علاقة ارتباط وثيقة مع مئات الطيور التي يقوم بترويضها في مشهد يعكس رسائل عدة تؤكد أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية خالد الفارس والتقرير التالي كي يكون التغيير فاعلا من المفترض أن يبدأ الإنسان بنفسه فهناك العديد من الوسائل التي تمكنه من المحافظة على البيئة عبدالعزيز الراشد أخذ على عاتق الاهتمام بترويض الطيور حيث جعل من حديقة منزله مكانا آمنا لها تحصل فيه على الطعام من يده بكل أمان وثقة القبوي كنت أشتريه أنا أدري أنهم يأكلون القبوي كنت أشتريه كنت أعطيهم وأحطها أبا وأروح على مسافة وأحط له القبوي بيأكل بعدين تطورت العملية أنها شفت بدي يصير استهلاك قوي وديت أروض وايد وقاميوني وايد فهذا كان يخليني أستهلك وايد منها فكرت أني أنا أنتج الحمد لله أنا أنتجت وما قصروا بعض الشباب ألموني الطريقة عندي مكانت وواجهني بعض المشاكل والحمد لله تغلبت على المشاكل ما قصروا الشباب ومن توجيه طيب يعني والحمد لله بدأت أنتج ألاف من الخبابي والعتولة أول ما بديت بديت مع الحمامي العربوي السرد الرمادي قريش رايك فبديت وياه وشت فيه تجاوب مع الوقت لاحظت فيه تجاوب من الطيور وبنفس الوقت لقيت اختلافات بين الطيور وأحيانا اختلافات بين الطير النوع الواحد يعني فيه حمامي يقرب فيه حمامي ما يقرب يعني آخر طير روضتها بالكامل وياكل من إيدي وكل شي كان الهدهد الهدهد من شفته حسيت أن هذا ممكن يتروض وفعلا أول خمس دقائق تجاوب معي طبعا الزرازير والبلابيل هذول أحدث في الحرج آخر شيء اللي الحين آخر شيء كان الفاختة اللي يسمونها هي فاختة النخيل هذه تروضت بس مو الترويض الكامل الترويض الكامل اللي أنا أقصده أن الطير يأكل من إيدي ويروح هذا الترويض الكامل طبعا هم الحمامي الرماني، القفصي، الأشول، الذبابي، الشولة، المردم، حمارة جناح، حمارة راس حتى بلابيل القصب كانوا يقعدون يمي بيني وبينهم نصف متر وعلى شبر يعكلون تمر أعطيهم تمر وين يعكلون وهذه نصيحة إن شاء الله نقولها بعدين أهمية التمر أنه يبقى في النخيل هناك بعض الناس تشيله اللي مو محتاجه يخليه اللي يعيش في البيئة الكويتية هو معروف الزرزور أما اللي استقر حديثا هو البلبل حين اليوم نشوف البلبل في كل مكان قبل ما كان موجود طيور الربيع طبعا عندك مثلا الرماني عاي طيور المهاجرة يعني مثلا الربيع وسهل تسمونه طيور سهل الرماني، القحافي، طيور الصرد هذي كلها الحسيني، الأشول، القفصي خالد الفارس، الراي